السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم يا احلى بنات نتمنى تكونوا بخيروا بالصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم باذن الله جبت لكم مشروب رائع للتصميم والنتيجة تبدأ من اول اسبوع في الاسبوع الثاني تكون نتيجة مبهرة المهم لازم المدومة على هذه الوصفة اذا كنت جديدة معنا نقول لك اشتركي معنا في القناة وشاركي الوصفة مع الاحباب لتعوم الفائدة اذا شوفوا الوصفة مع بعض المكون الاول عبارة عن السمسم او الجنجلان الجنجلان محمص الذي يعرف بفوائده الكثيرة ويدخل في وصفات وخلطات كثيرة للتصميم كما انه يساعد على توازن الهرمونات ويعد مصدر غني بالالياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي وهو غني بالبروتينات النباتية والمعادن مثل الكالسيوم والبيتامينات مثل البيتامين بي وهو جيد للمرأة الحامل والمرضعة لانه مدر للحليب اما المكون الثاني هو عبارة عن بذور الكتان الغنية بمادة تشبه هرمون الاستروجان الذي يزيد من نسبة الخصوبة عند المرأة فهذا الهرمون هو سر جمال المرأة كما ان هذه البذور تعز الصفات الانثوية في جسم الانثة وتساعد المرأة على الحمل والانجاب وتخلص جسم المرأة من الاورام الحميدة في العضلات الرحم كما انها تزيد في حجم المناتق الانثوية لدى المرأة مثل الصدر والخدود والارداف نخلط هذه الوصفة مع اي حليب محلة انا هنا درت هذا الحليب كونديا شوكو هنا طريقة الوصفة نأخذ ربع كأس من بذور الكتان مع ثلاث ارباع الاخرى من السمسم او الجنجلان بذور الكتان هنا ما نحمصهاش لانها اذا تحمصت تصبح مادة سامعة للجسم وبذور الكتان حمصة ونخليها تبرد ونخلطها بهذه الطريقة هذه هي الكمية ربع كأس من بذور الكتان وتلاف ارباع من الجنجلان هنا نقوم بطحن بمتحنة متحنة القهوة ونطحنوها على شكل بودرة نحطوها في علبة محكمة الغلق ونأخذ حوالي ملعقة الى ملعقة ونصف من هذا الخليط ونضيفولو الحليب اي حليب عندكم وهم يكون محلة حتى نتحصل على خليط كثيف بهذا الشكل نأخذ كأس بعد الفطور في الصباح وكأس اخر في الليل ونداوم على هذه الوصفة حتى نتحصل على النتيجة المرغوب فيها وهذه الوصفة جيدة لتكبير المناطق الانثوية للمرأة مثل الصدر والارداف والخدود الى هنا نصل الى نهاية الفيديو السودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى اللقاء